فانا بتكلم على تحديدا انا عاوز استهدف زيادات عائداتي الدولارية كدولة فاقضي على ازمة سعر الصرف الحالية يعني بالبلدي كده انا عاوز اقضي على ازمة الدولار من خلال بقى زيادة الانتاج حجم التصدير زيادة الاستثمار الاجنبي المباشر الى اخير تمام نعمل ايه نعمل ايه اول مشكلة خلييني اقول لحضرتك الاول حلو المستهدف ان احنا ده بالطبع عايزين نزود عائداتنا الدولارية ولكن لازم نفكر افكار برا السندوق الظروف العالمية والاقليمية اثرت على اغلب عائداتنا الدولارية وده امر احنا بنعترف به احنا عائداتنا اكبر اكبر مصدر للعملة الصعبة عندنا جاي منين تحولات المصرين في الخارج جاي من قناة السويس جاي من التصدير عندنا عدة مصادر النهاردة كل دولا تأثروا بسبب الاحداث الموجودة في المنطقة طيب ابتدت الدولة تتجه اتجهات مختلفة مبادرة مثلا السيارات ابتدينا النهاردة بنتفكر في تصدير العقار ليه؟ انا بحترم الفكرة دي قوي النهاردة لما قدر استقافة الشعب المصري احنا شعب بنحب او بنشوف ان العقار هو مصدر للقيمة فانا بحب استثمر في العقار ومعروف النهاردة بعد الطفرة الكبيرة اللي عملتها الدولة المصرية في البنية التحتية والطرق والكباري والتوسع العمراني وانشاء مدن جديدة النهاردة في حجم استثمارات كبير عنده استعداد يدخل وبيدخل بالفعل في هذا القطاع دولة قالت لك ايه؟ طبعا انا ستدرلك العقار هبتدي اقدم ابتدينا نفكر في البورصة العقارية ابتدينا نخطو خطوات قوية جدا في البورصة العقارية ابتدينا نفكر نحن نعمل صندوق عقاري ده هيجذب المصريين في الخارج المصريين في الخارج بيحبوا ايه؟ من النهاردة خلينا نبقى واقعين يا سيد يوسف انا مقدرش اقول النهاردة الراجل المصري في الخارج تعالى حول الدولار اللي معاك بالسعر الرسمي وفيه فرق النهاردة في السوق فالنهاردة من الاتجاهات اللي بتفكر فيها الدولة هي انها تجذب المصريين في الخارج بالضبط النهاردة وأنا هوفر لك العقار ده وهدي لك محفزات طيب واللي مش عايز يشتري عقار وعايز يستثمر لأن معروف أن السنديق العقارية قادرة أن هي تجذب استثمارات من الخارج هيجذب الاستثمار ده من الخارج لكن النهاردة لو فضلت حاطط في جماغي أن أنا قناة السويس في النهاردة أو السنة اللي فاتت جابت لي تقريبا تقريبا عشرة مليار دولار النهاردة في ظل الظروف الحالية أكيد عائدات قناة السويس هتتأثر وده ما تم الإعلان عنه بصورة حقيقية فهل النهاردة أفضل مصمم على أن أنا هيجيلي كذا من هذا المصدر إلي العائدات التقليدية بضبط هو ده أنت حديد بتقول ينحققه إزاي أنه نفكر برا السندوق فيه عندنا إحنا مش هنخترع العجلة فيه حاجات كتير قوي تقدر تجذب المصريين في الخارج تقدر تجذب المستثمر الأجنبي النهاردة خليني أقول لها ده مثلا فكرة أطروحات الحكومية والناس اللي زعلانا قوي من فكرة أطروحات الحكومية وليه الدولة بتطرح الشركات النجحة يا جماعة يا سيدة يا أفضل مال هطرح الخسرانة مثلا إيه نقطة تجذبيني لا وليه نطرح يعني وليه نطرح شركتنا عشان إحنا في أزمة طيب هل دول الخليج في أزمة؟ لا دول الخليج حققت فوقت بسبب الأزمة الحالية لارتفاع أسعار النفط في بداية هذه الأزمة ولكن النهاردة بنلاقي كل شهر طرح عملاق وكبير وتخرج مثلا في الإمارات مثلا من أحد الشركات التابعة للحكومة سواء في دبي أو أبو ظبي النهاردة سمعنا أو شفنا العملاق العالمي أرامكو بيه ده مطرحو في البورصة السعودية طب ليه ده اتجاه بقى؟ عشان نجذب الاستثمارات الأجنبي المباشر والجير المباشر وبالتالي تعتبر ده أحد أهم المصادر ده الحكومة المصرية عندها خطة طموحة وقوية جدا للطروحات الحكومية شركات قوية في قطاعات لوجستية وقطاعات هامة وشايفين اهتمام كبير جدا أنا شايفة من وجهة نظري أن إحنا محتاجين تسويق لهذا الملف حلو قوي أنا هنا هروح لدكتور مصطفى جزيد وأسأل على مسألة التسويق الاقتصادي يعني أنا إزاي أعرف أسوق للاقتصاد المصري دوليا أسوق لجاذبية مصر للاستثمارات هل أنا دولة جاذبة للاستثمار أولا لأ ولو أسوق ده إزاي خلينا نكون متفاقين أن إحنا دولة جاذبة للاستثمار حلو بس محتاجين إيه أيوة واحد وده سؤال مهم جدا واحد الإسراع في خروج الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية اللي تم الإعلان عابنها قبل كده ليه أنا لما يكون عندي استراتيجية موحدة فيها رؤية وأهداف ومؤشرة قياس والجهات المنوض بيها لتنفيذ هذه الاستراتيجية عشان أعرف أعمل لهم تقييم ومتابعة وشوف نسب الأداء فيها وفقا للمستهدف ولا حصل انحرافات الحق أعيد تصحيح المصار تاني لأننا في وجهة نظري آه المبادرات ممكن تكون ليه أهداف موجهة عشان تعمل حلول سريعة ولكن كل مبادرة بيكون لها مستهدفاتها وتوجهاتها يعني مثلا عندي مبادرة إبدأ طعمك التصنيع المحلي عندي إحلال الواردات أنا محتاج بوطقة واحدة تجمع هذه المبادرات في إطار واحد نقدر كلنا كحكومة ومتابعين للشأن الاقتصادي نقدر نتابعه ونقدر نحلله ليه؟ هيفيدني في حاجة أولا النظرة الخارجية هيقول أن الاقتصاد ده عنده استراتيجية معينة محدد نظره على استهداف قطاعات معينة بعينها هيدخ فيها استثمارات وعارض فيها فرص استثمارية بحوافز معينة محتاجين المستثمرين نعرض لهم بقى الفرص الاستثمارية دي من خلال تحديث وتطوير الخرائط الاستثمارية اللي تم الإعلان عنها قبل كده لازم نضيف عليها الفرص الاستثمارية تاني حاجة هنستفيد من نقطة تانية في القايمة اللي تم الإعلان عنها الـ 152 سلعة أنا مش محتاج الـ 152 سلعة أنا في تقديري أنا محتاج 10-15 سلعة أشوف مكونات الإنتاج هقدر أستطيع أن أنا أطرح على القطاع الخاص ويقدر أنه هو يعمل السلعة دي بالتكنولوجيا بالإمكانيات بكل حاجة عشان أقدر أوفر أو أستعيد عنها بدل ما باستوردها وخفف العبء على الضغط على البنك المركزي في توفير الدولار في الاستراد أنا دلوقتي الاستراتيجية دي هتخدم على أكتر من حاجة هنوفر فرص عمل كتيرة هنعمل مفهوم العنائد الصناعية إن أنا هقدر من خلال الصناعة الوحدة دي أجمع أكتر من صناعة اللي بيسموها في علم الاقتصاد الروابط الأمامية والخلفية أقدر أجمع مكونات الصناعة دي في عنقود واحد أو في مكان جغرافي معين يقدر يخدم على بعضه هيزود لإنتاج يلب إحتياجات السؤال المحلي وأخذ الفات بتاعه صدره يساهم معايا في المستهدفات الكلية للدولة المصرية يقلل التكلفة عشان أقدر أوصل للمستهدف اللي موجود فيه وصفة التوجهات الاستراتيجية أنا عاوز أحقق 20-30-145 مليار على فكرة إحنا وصلنا تقريباً لـ 52 مليار دولار يعني الرقم اللي الدولة حطاه مش بعيد قوي بس إحنا محتاجين ترتيب بعض الأولويات ترتيب بعض الأوراق عشان نقدر نعمل التشبيكة أو عملية التكامل ما بين السياسة الاقتصادية بعضها مع بعض عشان نقدر نوصل لتحقيق المستهدفات ترجمة نانسي قنقر